الفائز بتنظيم كأس العالم 2022 هو قطر من لحظة إعلان فوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022 عام 2010 في حدث تاريخي لأول مرة في تاريخ العالم العربي والشرق الأوسط وبدأت قطر تسابق الزمن للوفاء بالتزاماتها في ملف الاستضافة وتحقيق وعودها بتنظيم نسخة اثنائية من المرديال الحدث الرياضي الأهم والأبرز في العالم سنوات طويلة من العمل والتطوير الهائل للبنية التحتية في كل ركن من أرقان الدولة الكطرية استعدادات شمل الطرق ومدن ووسائل النقل العام والفنادق والمرافق الرياضية بتكلفة تخطط 220 مليار دولار وهو الرقم الأكبر في تاريخ البطولة العالمية ومع توقعات بتدفق أكثر من مليون ونصف مشجع من مختلف دول العالم لمشاهدة المباريات ومؤذرة منتخباتهم كانت قطر حريصة على التأكد من خوض الجماهير لتجربة فريدة ومميزة بتعكس الثقافة العربية العريقة والتأكيد على قدرة العرب على تنظيم واستضافة الأحداث العالمية بكفاءة لا تكل عن الدول الأخرى ومن أهم المنشآت اللي كان لها النصيب الأكبر من الاهتمام والتطوير الملاعب الرغضية المستضيفة للمباريات فعلى مدار 12 عام نجحت قطر في تشييد وتطوير 8 ملاعب بتصميم معمرية مميزة ومبتكرة مزجت بين الموروث الثقافي الشعبي والحداثة وفق أحدث المواصفات العالمية في الفيديو ده هنتعرف بالتفصيل على تصميم الملاعب الثمانية المستضيفة لمباريات البطولة من الفكرة التصميمية حتى الجاهزية وهنتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة في تشغيلها وهنعرف مصير الملاعب بعد انتهاء البطولة تحقيقا لمبادئ الاستدامة اللي التزمت بها قطر في كل مراحل إنشاءها وفي آخر الفيديو هقول لكم إيه اللي هيميز بطولة كأس العالم 2022 في قطر عن أي بطولة أخرى واللي هيجعلها بطولة استثنائية قبل ما نبدأ لو أول مرة تشوفنا هنا في القناة بنعرض كل ما يخص مجال الهندسة المعمرية فلو مهتم بالمجال أو عجبك المحتوى اشترك حالا في القناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد وما تنساش تدعمنا باللايك والشير عشان المحتوى يوصل لأكبر عدد من المستفيدين ويلا بينا نبدأ فيديو النهاردة سلام عليكم وأهلا بيكم في فيديو جديد قطر أعلنت عن جهزية 8 ملاعب لاستضافة مباريات كأس العالم سبعة منها جديدة بالكامل وملعب واحد تم تجديده وتطويره وخلينا نبدأ بأول ملعب والله يقام عليه حفل ومبارات الافتتاح استاد البيت من أكتر ملاعب كأس العالم تمييزا في التصميم المعماري الفريد من نوعه بيقع في مدينة الخور شمال قطر وبيتسع لستين ألف مشجع وهيستضيف تسع مباريات خلال كأس العالم من بينها مبارات الافتتاح الاستاد من تصميم المهندس الألماني ألبرت شبير ومن تنفيذ مؤسسة سباير زون بتكلفها وصلت ل770 مليون دولار أمريكي التصميم مستوحى من شكل بيت الشعر وهي الخيمة العربية اللي سكانها أهل قطر والخليج العربي على مر التاريخ ليعكس التقاليد العربية الأصيلة ويجسد قرم الضيافة العربية على مر العصور الخيمة بتشكل الهيكل الخارجي وبضغط الملعب بأكمله لتوفير الظل على كامل أرضية الملعب من جميع الجهات ومزينة بالنقوش المميزة للخيم البدوية لتوحي بالعراقة وبحفاوة الترحيب سأف الملعب متحرك وقابل للطي خلال 20 دقيقة ورف اللعبين مصممة على الطريقة العربية ومزينة بنقوش كماش الساد والنابضة بالحياة ومزودة بكل وسائل الراحة من الخارج الملعب محاط بالمساحات الخضراء والمسطحات المائية واللي بتضم مسارات للجري وركوب الدرجات ومناطق استراحة للعائلات وعدد من المقاهي والمطاعم ومرعاة لمبادئ الاستدامة تم تصميم مقاعد الجزء العلوي بطريقة تسهل عملية تفكيكها بعد انتهاء مباريات المورديال وستمنح للدول النامية اللي بتحتاج لبناء المرافق الرياضية بعد نهاية كأس العالم سيتم تخصيص الاستاذ لخدمة المجتمع من خلال إقامة فندق خمس نجوم إلى جانب تجهيز مركز للتصاوق وصالة ألعاب رياضية وصالة متعددة الأغراض وفي لفتة طيبة تم وضع صور كل المهندسين والفنيين والعمال اللي شاركوا في بناء الملعب على الجدران الداخلية تأديرا واعترافا بجهدهم المبذولة استاد لوسيل أكبر ملاعب بطولة كأس العالم 2022 وأهمها وأكثرها استضافة للمباريات بواقع عشر مباريات خلال مراحل البطولة وهيقام عليه حفل الختام والمباراة النهائية الاستاد بيقع في مدينة لوسيل وهي أحدث مدينة شهيرة على طراز عالمي في قطر وهي التسع لأكثر من 80 ألف مشجع الاستاد من تصميم مكتب المعماري الإنجليزي الشهير نورمان فوستر اللي استوحى تصميمه الفريد من تداخل الظل والنور اللي بيميز الفنار العربي التقليدي أو الفنوس وبيعكس هيكل الملعب ووجهته النقوش والتفاصيل الدقيقة اللي بتحملها أوعية الطعام والأواني التقليدية وغيرها من القطع الفنية اللي انتشرت في أرجاء العالم العربي والإسلامي سقف الملعب شيد بمادة خاصة بتحمي الملعب من الرياح والأتربة وفي نفس الوقت بتسمح بدخول قدر كافي من ضوء الشمس لنمو العشب في أرضية الملعب مع توفير الظل لتخفيف العبء على تقنية التبريد في الملعب بعد انتهاء المورديال وتماشيا مع ببادئ الاستدامة هيتحول الملعب والمنطقة المحيطة بي لوجهة مجتمعية حيوية بتضم وحدات سكنية ومتاجر ومطاعم ومقاهي وعيادات صحية ومدارس وهيتم تفكيك الجزء العلوي من مقاعد المدرجات والتبرع بها للدول اللي هتحتاج ملاعب وبنية تحتية رياضية ملعب 9-4-7 بيعتبر مشروع رائد وعلامة فارقة في تصميم وبناء الملعب لأنه أول ملعب قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولات كأس العالم الموقع الفريد للإستاد بالقرب من ميناء الدوحة كان له دور كبير في استلهام فكرة المشروع ولذلك تم استخدام 974 حاوية شحن أو كونتينر لتشييده مع وحدات مستقلة من الصلب تعبيرا عن الإرث البحري والتجاري العريق لدولة قطر الرقم 974 بيمثل عدد حاويات الشحن المستخدمة في تشييده فقط ولكنه أيضا هو رمز الاتصال الدولي لقطر استخدام مكونات البناء الجاهزة ساهم بشكل كبير جدا في تقليل الوقت اللازم لإنجاز الملعب الملعب هيستوعب 40 ألف متفرج وهيستضيف 7 مباريات خلال مراحل البطولة الملعب هيفكك بالكامل بعد انتهاء البطولة وهيوعاد استخدام الحاويات والهيكل وهيتم إنشاء مرافق بتطل على الوجهة البحرية لخدمة المجتمع بالإضافة لمركز حيوي للأعمال وهيوعاد الاستفادة من الحاويات والمقاعد والمواد اللي تم استخدامها في البناء لصالح الدول اللي بتفتكر لبنية تحتية رياضية الملعب بيقدم نموذج يحتزى به لمطور الملعب ومنظم البطولات الكبرى في العالم الملعب يقع في مدينة الريان اللي بتعد من أعرك المدن القطرية بيتسع لأكتر من 40 ألف مشجع وهيستضيف 7 مباريات تصميم الملعب مستوحى من الثقافة والتقاليد القطرية من خلال وجهته الخارجية المتموجة اللي بتعكس تموجات الكثبان الرملية للبيئة الصحراوية المحيطة ولذلك أطلق عليه بوابة الصحراء في حين بتحكي الوجهة الخارجية للملعب قصة قطر من خلال الرموز والأشكال الهندسية المميزة اللي بتزين الوجهة بلون الرمال واللي بترمز لجمال الصحراء والنباتات المحلية تم إعادة استخدام أكتر من 80% من مواد البناء من الاستاذ الأصلي اللي كان في الموقع سابقا وتم الحفاظ على الأشجار المحيطة بالاستاذ القديم بعناية وباعتباره أيكونة ملعب كأس العالم تم تشييد مركز تصوّق ضخم مول كطر بالإضافة لفندق بجوار الملعب مباشرة عشان تتحول المنطقة لمجتمع متكامل بيمنح الجمهير كل اللي بيحتاجوه لقضاء وقت مميز طوال اليوم أثناء الإقامة بالقرب منه بعد انتهاء البطولة هيتم تخفيض الطاقة الاستعبية للملعب العشرين ألف مقعد وهيتم التبرع بباقي المقاعد لتطوير مشاريع ومرافق كرة القدم حول العالم وهيصبح الملعب مقر لنادي الرويان الرياضي أحد أكثر الأنديا القطرية شعبية استاذ خليفة دولي بيقع في منطقة الرويان وبيعتبر الاستاذ الوطني والرئيسي لكرة القدم في قطر منذ افتتاحه عام 1976 الاستاذ خضع لعملية تحديث وتطوير شاملة لتعديل مواصفاته لتوائم معايير ومتطلبات الفيفا لاستضافة كأس العالم وتم افتتاحه بعد التجديد عام 2017 الاستاذ بيتسع لأربعين ألف متفرج وهيستضيف تمن مباريات خلال كأس العالم التحديثات أضافت طابع عصري جميل على الملعب مع الحفاظ على لمحات من تاريخه العريق وأكثر ما يميزه هو القوصين المزدوجين الممتدين على جانبي الاستاذ والمظلة الواسعة اللي بتمتد لتغطي سقف الملعب واللي أعطت شكل جديد ومميز للاستاذ واللي هتعمل بالتكامل مع نظام التبريد على توفير أجواء مثالية ومريحة للعبين والمشجعين على مدار العام استاذ المدينة التعليمية والملقب بجوهرة الصحراء بيقع في مدينة الريان في منطقة تعليمية بتضم العديد من الجامعات العالمية والمراكز البحثية الرائدة واللي بتعتبر مركز الإبداع والابتكار بيتسع لأربعين ألف متفرج وهيستضيف تمن مباريات خلال المنوديال تصميمه مستوحى من التاريخ الغني لفن العمار الإسلامية وفن الأرابيسك ممزوجا بالحداثة المثلثات اللي على الوجهة الخارجية بتحاكي أنماط هندسية معقدة بتشبه قطع الألماس بتشيع وبتتلألأ بحسب حركة الشمس وفي الليل هتضاء الوجهة بأضواء مميزة لتمنح المشجعين عرضا فنيا في غاية الرواعة بعد انتهاء المنوديال هيتم تخفيض ساعة الإستاذ لـ 25 ألف مقعد مع التبرع بالمقاعد الإضافية للدول النامية وهيتحول لاحقا لوجهة رياضية وترفيهية لمنتسب المدينة التعليمية استاذ الثمام بيقع في أحياء مدينة الدوحة الجنوبية وبيتسع لـ 40 ألف متفرق وهي استضيف 8 مباريات خلال المنوديال وهو من إبداع المهندس القطري إبراهيم الجيدة بيشكل الإستاذ أيقونة معمرية عربية مميزة بتصميم مستوحة من الجحفية أو الطائية اللي بيرتديها الرجال والأطفال في المنطقة العربية واللي بتعتبر جزء مهم من الزي التقليدي في المنطقة لتشكل رمز ومثال رائع بيعبر عن ثقافة المنطقة وتاريخها وهويتها عشان يشكل لوحة فنية رائعة بلون الأبيض اللامع وسط المساحات الخضراء المحيطة واللي بتضم مناطق اللعب والاسترخاء بعد انتهاء الموريديال هيتم تخفيض ساعة العشرين ألف متفرج وإهداء عشرين ألف مقعد للدول النامية وهيستخدم الملعب بطاقة الاستعبية الجديدة لاستضافة مباريات كرة القدم والفعاليات الرياضية الأخرى وهيضم فرع من مستشفى سبيتار المتخصص بإعلاج إصابات لعيمة كرة القدم وهيتم بناء فندق عصري صغير مكان المدرجات العليا في الملعب استاد الجنوب ونختم بدرة ملاعب كأس العالم وأجملها تحفة معمرية تجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر من ابتكارات المعمرية العراقية الراحلة زا حديد اللي كان لابد من وجود لمسة إبداعية لها في المونديال الاستاد بيقع في مدينة الوقرة وبيتسع لأكتر من أربعين ألف متفرج وهيستضيف سبع مباريات خلال البطولة بعد دراسة المنطقة والتعرف على تاريخها ومعالمها استوحد زاها التصميم من التاريخ البحر العريق لمدينة الوقرة اللي ارتبط سكانها بالبحر سواء للصيد أو استخراج اللقلق فكان تصميم الملعب مستوحى من شكل قوارب الصيد التقليدية وأشرعتها استخدام الخطوط الإنسيابية في التصميم اللي بتميز أسلوب زاها حديد واستخدام الأخشاب والمواد الطبيعية في بناء الاستاد شكل رمز لتأدير الطراث الغني للمنطقة بعد البطولة هيتم تفكيك 20 ألف مقعد من مدرجاته العلوية والتبرع بها لصالح مشاريع رياضية في أنحاء العالم وهيتحول لمركز للرياضة والترفيه بالإضافة لإنشاء مرافق إضافية في المنطقة المحيطة بالملعب لخدمة المجتمع بعد ما تعرفنا على تصاميم الملاعب خلينا نتكلم شوية عن أهم ما يميز كأس العالم 2022 في قطر والله يجعلها نسخة استثنائية هتغير طريق تنظيم البطولات القادمة ومختلف الفعاليات الرياضية الكبرى في المستقبل وهتترك إرث ثقافي ورياضي مستدام في العالم أولا بطولة متقربة من أهم المميزات واللي لم تتحقق من قبل في أي بطولة أخرى هي قدرة الجماهير على مشاهدة أكتر من وراء في يوم واحد وده طبعا بسبب المسافات المتقربة جوارفيا بين الملاعب الثمانية للبطولة بعكس البطولات السابقة واللي كانت بتقام في مدن متبعدة الأمر اللي هيقلل من انبعاثات الكربون المتوقعة خلال فترة البطولة بسبب استخدام المواصلات ثانيا تقنية تبريد الملاعب على الرغم من تغيير موعد البطولة لتكون أول بطولة كأس عالم شتوية إلا أنه كان لازم من وجود تقنية تبريد للملاعب بسبب ارتفاع درجات الحرارة حتى خلال فصل الشتاء في قطر ولذلك تم تطوير نظام تبريد مبتكر باستخدام الطاقة الشمسية للمحافظة على درجة حرارة مثالية ومريحة للجماهير واللاعبين هتسمح باستخدام الملاعب في كل فصول العام من دون تأثر بالعوامل الجوية وده يتم عن طريق تبريد الهواء الخارجي من خلال مراوح التكييف اللي بتعمل بالطاقة الشمسية ودخول الهواء البارد إلى الملعب من خلال فتحات أسفل المدرجات ثالثا الاستدامة مراعاة مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة كان لها أولوية قصوى في جميع مراحل تشهيد الملاعب بداية من مرحلة التصميم ومرورا بالتشهيد ثم التشغيل وده شمل أمور كثيرة منها أعادة تدوير المياه واستخدامها في رأي المسطحات الخضراء واتباع أفضل الطرق لتقليل الغبار في مواقع البناء ولذلك جميع الملاعب حصلت على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة جي ساس من بينها ثلاث ملاعب حصلت على فئة أربع نجوم ومنحت الملاعب الأخرى فئة خمس نجوم منظومة الجي ساس هي نظام معتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم لضمان تلبية البنية التحتية الخاصة بالبطولة لمجموعة من المعايير البيئية الصارمة ومن أهم مبادئ الاستدامة هو اللي هيحصل بعد انتهاء البطولة فهيتم تفكيك حوالي 170 ألف مقعد ليتم منحاها إلى الدول النامية كمساعدة من قطر لتحسين البنية التحتية الرياضية وده بيعتبر إرث عالمي مستدام لرياضة في العالم وهيضع معايير جديدة على صعيد تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى في المستقبل رابعا بطولة خالية من البصمة الكربونية وده تحقق بتطوير حلول وتقنيات بتعمل على التقليل من البصمة الكربونية في قطر واللي منها التخفيف من عدد السيارات في الشوارع أثناء البطولة بالاعتماد على شبكة المواصلات العامة وتطويرها والاعتماد على متر الدوحة وأنظمة الترام في مدينة لوسيل والمدينة التعليمية بالإضافة إلى أن 25% من الحافلات العامة بتعمل بالطاقة الكهربية النظيفة وكمان الاعتماد على الطاقة المتنجددة قادر الإمكان واستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة مواقف السيارات والمناطق المحيطة بالإستاد وتشغيل أنظمة التبريد باستخدام الألواح الشمسية كلها تقنياتها تعمل على تقليل من بعثات الكربون والحد من تلوث الهواء أثناء البطولة كل ده بيجعلنا أمام بطولة تاريخية واستثنائية بتؤكد على قدرة العرب على تنظيم واستضافة الأحداث العالمية بكفاءة لا تقل عن الدول الأخرى بل تتفوق عليها بالرغم من كل التحديات والصعوبات اللي وجهت قطر من لحظة الإعلان عن فوزها بالتنظيم في النهاية كل الدعم والتوفيق للإخوة في قطر ونتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية المشاركة في البطولة وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة لرب تكونوا استمتعتم كل المصادر هتلاقوها تحت الفيديو تابع حسابات القناة على كل منصات التواصل الاجتماعي بتنساش بنشرك وتفاعلك مع الفيديو ده انت بتدعم محتوى عربي هادف ومفيد أشوفكم على خير ودومتم معمرين ترجمة نانسي قنقر